بعد أيام من الصمت والانتظار للموقف السعودي حيال انقلاب المجلس الانتقالي في عدن صعدت الحكومة الشرعية من خطابها تجاه التحالف التصعيد الجديد جاء عبر وزير الإعلام عمر الإرياني الذي قال إن محاولات التمرير والتماهي مع انقلاب المجلس الانتقالي في عدن يسقط مشروعية مواجهة الانقلاب الحوثي في صنعاء ويسقط مبررات تدخل تحالف دعم الشرعية لمواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية البيان الحكومي اتهم المجلس الانتقالي بالانقلاب على الحكومة الشرعية والسعي لضرب الموقف العربي المقاوم للمخططات الإيرانية الرامية لزعزعة استقرار المنطقة وضف البيان أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يجري في عدن مؤكدة أنها ستواجه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسة الجيش والأمن محضرة في الوقت ذاته من هذه التشكيلات التي وصفتها بالبذور الساعية للعنف والفوضى والاحتراب الأهليه وبموازات ذلك وجه رئيس الحكومة معين عبد الملك وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئة والمؤسسات بعدم التعامل مع أي تعليمات صادرة من كيانات أو جهة غير مخولة قانونيا مراقبون يرون أن التصعيد الحكومي تجاه التحالف والمجلس الانتقالي جاء بعد أيام من الانتظار الذي شعرت من خلاله الحكومة بعدم جدية اللجنة الصعودية الإماراتية التي جاءت لعدن في الوصول لحل إزاء الانقلاب وهو الأمر الذي دفعها لتذكير التحالف بمشروعية تدخل في البلاد والتي لا مبرر لها في حال الاستمرار في التماهي مع انقلاب عدن ترجمة نانسي قنقر